اشتركوا في القناة اصر سان خوسيه بيتقال عنه ان الاصر ده اصلا مبني مخصوص للاشباح ايه الكلام ده؟ تعال نفع بيقولك في اوالي القرن التمنتاشر كان فيه في امريكا ملك الاصور كان قلالين جدا واحد منهم اتجاوز واحدة من عامة الشعب سيدة جميلة وكل الناس فاكرة ان هي هتعيش اسعد ايام حياتها بس اللي جارة كان غير كده خالص هي هتعيش فعلا اسوأ ايام حياتها ما حدش يعرف اسمها فسموها سيدة اصر سان خوسيه بيقولك في يوم من الايام بعد سبع سنين من جوازها وهي عندها تلت بنات رح تحضر حفلة وهي رجع بالليل اتفرجت على الاصر وهو بيولع بيولع بجزها وعيالها وخدامها وحراس الاصر وكل حاجة الاصر ما بقاش فيه غير اساساته بس المهمة والسؤال المحير هو الاصر ولع لوحده كل واحد بقى خامن على طريقته وعلى حسب ماله صورله منهم قال نتيجة غلط شخص من جوه وغيرهم قال كان بفعل فاعل وده ما كانش مرجح خالص لان الراجل ما كانش ليه اي اعداء خالص وفيه ناس بقى اللي هم كانوا بيقروا قصص خيال علم كتير بقى وكده بيقولك قالوا ان ده من فعل الاشباح الاصر مسكون وهم حرقوا علشان صاحب الاصر ما قدمش لهم الولاء فقرروا ينتقموا منه ومن عيلته كمان يعني التخمينات كترت بقى بس الرأي اللي كان فعل سيدة الاصر مقتنع بيه جدا ان فعلا الاصر فيه اشباح وكانت بتعمل اي حاجة علشان ترضيهم واي حاجة ممكن تتخيلها وفي مرة وهي نايمة حلمت بجوزها وقال لها في الحلم انه عاوزها تبني الاصر تاني وكمان قال لها هو خطت فلوسه فين علشان تبني الاصر لان هي ما كانش معها فلوس تسمح انها تبني اصر بالفخامة اللي كان فيها وهي قالت لازم الاصر يتبني راحت لحد متخصص في الحاجات دي راحت لمين؟ راحت لعرفة العرفة قالت لها روح يتأكدي من مكان الفلوس لو موجودة يبقى دي فعلا كان نروح جوزك وعمل كده بدفع الحب علشان هو عارف ان الاشباح مش هيسيبه حد من افراد العيلة لو ملقتهوش يبقى دفخ من الاشباح عشان تقتلك راحت ولقت الفلوس فعلا وبدأت تبني الاصر بس العمال كانوا بيلحظوا انهم بيشتغلوا شغل يومين في يوم واحد ده غير ان سيدة الاصر اساسا بتبني الاصر عشان ترضي الاشباح وتتقي لعنتهم الاصر رجع احسن من الاول وكان شكله جميل جدا وروعة لدرجة انها نسيت اساسا انها عاملة للاشباح وقالت ازاي اصر بالجمال ده يبقى المجموعة اشباح دخلت نامت في الاصر وكان الرد سريع جدا الست ما كملتش تاني يوم وماتت بنفس الطريقة المخيفة وبما ان القصة خلصت نقدر نسأل هو ايه اللي جرى للاصر؟ اقولك انا الاصر زي ما هو في مكانه ولسه اصار الحريق موجودة فيه هو حاليا معلم سياحي بس مش انك تتمشى فيه من جوه انك تتفرج من بره بس والغاية دلوقتي هو اصر مسكون من الاشباح وقصة قديمة بتتحكي للاطفال قبلنه الحمد بالله خلصنا القصة ارجو انها تكون عجبتكم اكيد عوزين رأيكم في الكومنتات وما تنساش لايك وسبسكرايب لقناة وشاير الفيديو كان معكم مقدم للبرنامج ياسر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته